كشفت مصادر في قطاع غزة أن ثلاثة من مسلح داعش فروا من سجون الأكراد في منطقة تل أبيض السورية هاتفوا أسرهم في قطاع غزة أمس والمسلحون الثلاثة هم قيادي أمني في داعش اعتقل في سبتمبر أيلول من العام الماضي وكان أحد نشطاء كتائب القسام في رفاح جنوب قطاع غزة وأحد نشطاء تنظيم واعتقل بدايات عام 2018 وهو من سكان رفاح أيضا بينما الثالث من سكان خان يونس وناشط سابق في حماس والقسام